الاهل يقلع من ايه من مدياما لو تعاملنا انه فريق عشوائي وده برضه زي ما محمود قال ربما تكون نقطة خطر على النادي الاهل انه انت مش فاهم بيشتغلوا ازاي يقلع من ايه تاني ويتجنب ايه ويستغل ايه في مدياما في هزه المواجهة على اللينكب على كلام محمود ودقلك اكبر صغرتين عندهم هم الظاهرين ده امتى لما الاهل اللي هيهاجم او الاهل بيعمل كاونترز هم ليه اكبر صغرتين لان هم اتنين لعيبة بصبغة هجومية تماما اتنين لعيبة ممتازين في الجزء الامامي فدايما قبل ما تروح دايما اي فريق خطرته طبيعية تبقى فيه موجود في دول مجمع في دورة ابطالة افريقية في الافرود والجراحين لا الفريق ده مختلف شوية انه عنده الظاهرين ممتازين الظاهرين يعني عندهم اللعيب كواده اماضه العيب رقم اربعة ونعرض الحالات الهجومية بتاعت فريق مدياما اللعيب رقم اربعة ده باك رايت ممتاز واحد من افضل الاظهرة لأ اتلي بداية الصور يعني اتلي بعد شوية دي الاهداف اللي فيه دي الاهداف اللي دخلت في مربعة مدياما لان عايز الاهداف اللي جابها مدياما الحالات الهجومية قابل ما تيه معنا العيب رقم اربعة كواده اماضه لعيب كرصاته بالمقاس لعيب هجومية ممتاز لعيب سواء فتاو اللي يلعب الناحية التانية او كاميرا ديني اللي يب رقم اربعة اشر اللي يب رقم اربعة اشر الظاهرين بص وقف هنا وقف هنا ارجع 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 بص كرة اللي جابها محمود من شوية واللي انا هجيبها بعد ريها على طول كرة طولية بتتحط دايما في ظهر المدافعين او على جم من الجنبين للمهاجم اللي موجود كان عندهم جونسان سوال اللي كان بيتكلم عن محمود فريد واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين في البطولة الحلاء راح نادي ناصر بنغازي وبالمناسبة هو راح لقم معهم ثلاث مشاجر ثلاث جوان لعيب ممتاز ومتصدرين للدول الليبي كرة الطولية ده سلاحهم الاولاني التاني ماشي السلاح التاني دايما الكروسز وبعدين يبتل يعمل كرة عرضية هما عندهم لعبة طوال القامة سواء في خط الضعر او خط الوسط بالمناسبة ما عندهمش اي لعيب طويل القامة في الخط الامامي هما دايما لعبها تطلع تسجل هي اللعبة اللي جاية من وراء اللعبة اللي جاية من وسط المرعب واللعبة اللي جاية من الخط الخلفي ماشي ماشي وحنا من الكلام فدايما بص كرات عالية الكروسات بص العيب اللي طالع عامل ده ده سنتر باك اللعاب اللي جاب الجندق ده سنتر باك بص بقى هنا اللعب الراقام اربعة اللي كلمتك عليه كوادو امادو واحد من افضل اظهرة بالناحية الهجومية فقط اللي موجودين في دوري أبطال أفريقيا المسلم الحالي لعيب ممتاز 25 سنة بص الكروس ده في الديار 94 يا كريم كروس ده في الديار 93 في مباراة شباب بلزداد ومتعدين واحد واحد على نفس أرضية الملعب اللي عبها اللي النهاردة كروس جاب لهم هدف الفوز هات اللقطة اللي بعدية على طول الهدف اللي بعدية هتلاقي الكرة طولية اللي كان بتكلم عليه محمود هقول لك مين اللي كان بادئ برضه كرة طولية لعيب كرة الطولية والعرضية دقيقة جدا فحزاري كل العيب رقم 4 ده هنا فنت وعدة وخرج بالكرة بشكل ممتاز وبعد ما خرج هيعمل كرة طولية في ظهر المدفعين بالمقاس للعيب رقم 3 اللي يقول لأنه هو راحل عن الفريق جونسون سوا ونجم الفريق الأول الوحيد اللي كان منضم القائمة منتخب غنى من المحليين جونسون سوا رقم 3 شفت فنت دي اه بس جامل فالظاهرين الظاهرين خاطرين جدا في الجزء الأميزة وهم نقطة ضعف في الحالة الدفاعية لكنهم خاطرين ومهم جدا اللعيب اللي بيستخدموه كبديل ومسجلوهم جولين في آخر 3 مباريات منهم جول في الدوري برناردينيو تيتيه لعيب رقم 7 لعيب مهاري جدا جدا دايما بيسقط وراء الظاهير الأيمن لو وراء محمد هاني فعلى الأهل الحظر من الأسامل اللي احنا قلنا عليها دي لكن في النهاية لو احنا معنا وقت مش عارف معنا وقت ولا لا؟ معناش معناش وقت طيب معناش كل الطرق كل الطرق تؤدي كل الطرق تؤدي إلى مرمى مدياما لو معنى دقيقة الحالات الهجومية اللي راحت عليهم خلال الأدار دي كلها عارف الفريق اللي بتسجل فيه بكل الزوايا وبكل الاتجاهات الحالات الهجومية الحالات اللي هو دفاع مدياما كل الاتجاهات عايز تعمل عليهم كراسز دفاعهم بيقفوا حش جدا عايز تختارك من العمق لعيبة مهاري السلو عدوم بتوقع ترجع لحد ما توصل لحد الـ 18 من غير أي تدخلات عايز تبتري تشتغل على الاطراف وتعمل من الأجنحة اللي بتدخل تشتغل إنصائد سواء بيرسي تاو حسين الشحات إن شاء الله بيرسي تاو حسين يكونوا موجودين تقدر تعمل ده عايز تشتغل على التزديدات مبارا الـ 18 وحدش بيعمل لك بلوك الصعوبة اللي هتواجه النادي الأهلي قبل الفريق ده الكامع أنصر اتكلمنا عليهم فيما يتعلق بالحالة الهجومية المدياما وتحط جنبها كده خطوط كتير الأهلي نفسه الحالة الهجومية بتاع نادي الأهلي تسمح بل أنت تشتغل على الأرض كتير دايما اللعب المباشر اللي كلها بالمناسبة بتمايز به جدا في المباريات خارج الأرض وللما تكلمنا على مباراته لإزداد آه بلوك دك كان أفضل من نادي أهليك الأهلي كان عنده ثلاث فرص خطرة جدا كان ممكن يخلص بيوم باراب والإزداد بكرة جات لك واحدة يوم الجمعة جات لك واحدة اتنين تلاتة لازم تستغل هذه الفرص تخلص من قافة إضاءة الأهداف الأهلي عب الثلاث نقاط من خلال كنت عاوزة أقول إن كل اللي إحنا بنتكلم فيه ده على مديامة حاجة وحالة لعيبي النادي الأهلي السيئة من بعد العودة وشفناها في إمبارات شباب الوزاد دي حاجة تانية خالص لازم لعيبة النادي الأهلي خصوصا حتة إن انت المهارة الفردية اللي كانت موجودة والحالة الفنية العالية اللي كانت موجودة خصوصا عند حسين الشاحات وغياب بيرستا وهو دي القصة كلها لو لعيبة النادي الأهلي فائقة أنا بقول لك بالميت النادي الأهلي ممكن يكسب 2-0 بس ده كله يتوقف على حالة لعيبة النادي الأهلي